كن الكلمة أقوى من السيف وجرف السيف يشفى أو يقتل لكن الكلمة لا تعترف بذلك في هذا الإطار يحيي العالم اليوم الدولي ليحياء ذكرى ضحايا أعمال العنق القائمة على أساس الدين أو المؤتقات فكيف هي صورة ذلك من منظور الإعلام والإعلام القادم والذي يكون ربما المواطن متحكما أكثر بقواعد هذه اللعبة ببيئة رقمية بذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتور عبدالفتاح الزمان وهو الخبير الدولي في الإعلام المؤتدل صباح الخير دكتور يسعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير في هذه المناسبة الهامة جدا في أيامنا هذا وأنتم بألف خير يا سيدي ومباشرة للحديث عن هذا الموضوع المهم كيف تقرأ دور الإعلام في تنمية الفكر المؤتدل وتقديم الرسالة الإسلامية والإنسانية المؤتدلة بما يتعلق باحترام الأديان ولغة الحوار يجب أن نعلم تماما وأنا كمحاضر جامعي في مجال الإعلام هناك قاعدة هامة جدا نتذرب عليها جميعا أن الإعلام كالألغام الخطأ الأول هو الأخير وقديما كان يقال أن الإعلام والصحافة هو السلطة الرابعة حقيقة ربما يكون السلطة الأولى في أيامنا في تحريض الناس على العنف أو في دعوتهم إلى السلم والسلام لذلك أوجه رسالة مباشرة إلى كل الإعلاميين لتعديل والاتفاق على مبادئ أساسية للتعامل مع العنف باسم الدين أو باسم القوميات أو باسم المذاهب هناك ثلاث قضايا أنا أسميها تحف الإعلاميين هي عبارة عن ثلاث كلمات هامة جدا يجب على كل إعلامي أن ينتبه إليها هذه التقنيات هذه ثلاث كلمات أولا جمعتها في كلمة تحف تعميم يجب أن نتجنبه يعني اليوم مشكلتنا أستاذنا الكريم رفوة في التعميم يعني يحدث مشكلة ما في بلد ما من جهة ما فيبدأ التعميم يساعد على هذا التعميم الإعلام فالتعميم يجب أن نتجنبه وهو خلاف كل قوانين الإعلام المحايد الإعلام المعتدل هذا التوظيف الأعمى لبعض الأفكار هو الذي يدمر العلاقات القضية الثانية تجنب الحكم المسبق يعني اليوم أنا عندما أسمع كلمة من أي إنسان من شكله من صوته من حركته يجب أن لا نمارس الحكم المسبق اليوم الإعلام للأسف أحيانا بعض الناس الذين لا يتقنون الموضوعية في الإعلام يمارسون الحكم المسبق مجرد أن سمع كلمة إذن هذا من ديني كذا من طائفة كذا هو يسعى إلى كذا الأخيرة أن على الإعلام أن يدرك الفرق بين الأشخاص بين الظروف بين الحالات بين الدول بين كل ما يعتقده الإنسان إذن هي تعميم نتجنبه حكم مسبق لا نمارسه وفرقه ندركه كلام جميل كلام جميل دكتور يعني كما تعلم يتجه العالم إلى إعلام جديد ربما يكون المواطن عبر الوسائل الذكية هو من يصنع هذا المحتوى ويتحكم به هل سيكون هناك عودة جراء ذلك إلى موجات التطرف والتعصب الدين والفكر عالميا في ظل العولم الإعلامية وأيضا نحن كمؤسسات إعلامية وحتى كأشخاص كيف يمكن أن نستعد ونواجه ذلك؟ يعني بداية يجب أن نلغي ما يسمى الحرية الشخصية يعني دعني أكون واضحا تماما هناك خلط بينما أحب أن أتحدث به للآخرين عن رأيي في موضوع ما وبين الحرية المنفلتة التي نسمعها اليوم في أنني أتحدث عن أي دين عن أي شخص عن أي موضوع ودون أي ضوابط لذلك عمدت كثير من الدول إلى وضع ضوابط لحرية التعبير عندنا في الأردن عندنا يعني قوانين تجرم من يتحدث بمنطق الكراهية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية ذلك القضية كلها تنحصر في أن الاستمرار في تزكية الحروب قائم ويعني دعني أقول لك شيء ربما يستغربه الناس الناس تظن أن الدين هو وراء الكثير من هذه الحروب الطائفية على العكس تماما يعني وفقا لموسوعة الحروب من بين جميع الصراعات التاريخية المسجلة البالغ عددها 1763 صراع كانت الاختلافات الدينية مسبب رئيسي بشكل بفقط بسبعة بالمئة منها وهذا الكتاب للدكتور ماثيو إذن الدين ليس أحد الأسباب الهامة هناك كما يقول ابن خلدون هناك سبب اقتصادي هناك سبب انتقامي هناك سبب توسعي إذن على المؤسسات الإعلامية أن تنضبط في وتفرق بينما هو حرية شخصية أن أتحدث وكما يعرفه العلماء هو أن تتحدث عن نفسك الحرية الشخصية فقط بتعبير بسيط أنك تملك الحديث أن تحدث عن نفسك أنا لا أحب كذا أنا أؤمن بكذا أنا لا أعتقد بكذا أما أن تتهم الآخرين لذلك فقط بعجالة سريعة كنت في مجلس حقوق الإنسان قبل سنوات في أمريكا واقترحت عليهم مادة 31 لحقوق الإنسان تقول هذه المادة لا يحق اتهام من لا يملك حق الرد من الموتى والأسرى والمرضى يعني دعنا نتجنب هؤلاء الذين لا يستطيعون الرد ونثير بذلك النعرات الدينية ونستخدم العنف باسم الدين نعم نعم أحدثت عن دور مهم دور المؤسسات ودور أيضا من هم مختصون بمجال الإعلام الآن ما هو دور هذه المؤسسات الإعلامية والأكاديمية في بناء قادة إعلاميين بفكر مؤتدل وأيضا كيف يمكن تفعيل ذلك بتشاركية دولية تناقش متطلبات ما قبل الإعلام القادم ما هو المطلوب؟ المطلوب تمام نحتاج ثلاثة أمور أولا نحتاج إلى مواثيق شرف لمنع الكراهية يعني المشكلة اليوم الإعلام تعرف أنت أستاذنا في هذا الإعلام اليوم صار على الهواء مباشرة يعني البرامج المسجلة صارت قليلة جدا فنحن نحتاج إلى مواثيق شرف لمنع الكراهية من خلال هذا الفضاء المفتوح ثانيا نريد قوانين رادعة لحماية المجتمع من النعرات الطائفية من التجيش باسم الدين من استغلال الدين لأنه للأسف في الحروب أرخص ما يمكن استغلاله هو استغلال الدين لأنه لا يكلف الحاقد الظالم شيء شوى إثارة هذه النعرات الطائفية ثالثا نريد اتفاقيات دولية لاحترام الأديان يعني اليوم للأسف وسمعنا بهذا كثيرا كثير من الصحف المجلات يعني تعتبر أن الاتهام الآخرين أو التنقيص من قدر الآخرين هو حرية لكن هذا يسبب الكثير من القتل من التدمير من الكراهية فلذلك لا بد من اتفاقيات دولية لنحترم الأديان المعتقدات التقاليد العادات كما قلت يجب أن نعيد يعني تعريف الحرية في أنك تملك الكلام عن نفسك بما شئت لكن إياك أن تتحدث عن الآخرين إلا ضمن ضوابط يعني قانونية ودينية وكل الأديان تدعو إلى احترام الآخر وتدعو إلى عدم إثارة الفاحشة سواء بالقول أو العمل أو القتل نعم نعم كلفة الإعلام المشوه والذين لا يحترمون الاتزان في صورة الإعلام ويحترمون الرأي والرأي الآخر لو كانت القضية تتجه ربما إلى طرف آخر يرحبون بذلك لكن عندما تعكس الصورة لديهم يرفضون ذلك وهذا يعني تشويه للحقائق والاتزان لا تقبله على نفسك لا تقبله على الآخرين نعم نقاط مهمة جدا تحدثت بها سيد العزيز أتمنى أن تصل إلى الجهات التي تسمعنا والجهات المسؤولة وحتى كل إعلامي وأعلامية في مكانه ليكون هناك اتزان فيما نبث نحن ربما معلمون لمن هم قادمون من طلبة الإعلام القادم وبالتالي نحن مسؤولون عن إعداد هذا الجيل نعم إذا سمحت لي إذا كان هناك يعني دقيقة واحدة فقط أنا أريد أن أقدم شهادة عن الأردن في هذا الإطار وهذا التعايش الأردن من حروفه الأربعة هو أمان مشهود وهو رمز للتعايش معهود فيه دين يعز من زمن الجدود ونصرة للمظلوم وكف ممدود هذا ما شعرناه في التعايش الرائع في هذا البلد الطيب المبارك نعم هذه الكلمات أختم هذه المقابلة الجميلة معك سيد العزيز على أمل أن يتجدد اللقاء بموضوع آخر مهم من المواضيع المهمة التي تهم المجتمع وتهم كل من لديه شغف في تغطية ما لديه من معلومات ومواضيع مهمة تمس ليس تمس شخص بحد ذاته إنما تمس مجتمعات وتؤثر في توجهات ومسارات الدكتور عبدالفتاح السمان الخبير الدولي في الإعلام المعتدل كل شكر والتقدير لكم على طيب التواصل وعليكم السلام ورحمة الله كل الاحترام التفكير